السلام عليكم يعطيكم العافية جميعاً إن شاء الله في هذا الفيديو رح تكون التجربة الثانية أو اللي هي لاب رقم ثلاثة اللي رح نعملها هذا الأسبوع إن شاء الله التجربة هاي جماعة تشبه شوي فكرة التجربة السابقة لكن باستخدام انديكيتر مختلف في التجربة السابقة عرفنا شوي يعني بفر عرفنا شوي يعني بيك أسد شوي يعني ويك بيز وفهمنا فكرة الهندرسون هزلباخ إكويجون اللي هي فيها ثابت التفكك اللي هي ديستيسيشن كونستانت البيك أسد وحزبنا البيك أسد من خلال المعادلة لما بيكون الأسد تساوي الكونجيكات بيز طبعاً من ناحية التركيز وبالتالي اللغاريتم لإلهم بتكون صفر وبالتالي بتكون بيك أسد تساوي بيك أسد ومن خلال الكافز تقدروا أنتو تحسبوا قديش بيك أسد اللي عناية وطبعاً استخدمنا جهاز البي أتش ميتر عشان نفحص في البي أتش في التجربة السابقة على العشرة استيتيوب برضو اللي رح نطبقها إن شاء الله هذا الأسبوع في هاي التجربة جماعة عندنا إحنا شغلة تانية أو انديكيتر آخر رح نستخدمه لنفحص البي أتش هذا الانديكيتر اسمه برموثايمول بلو هو بارعاً مركب هلأ رح نتعرف عليه هذا نستخدم إحنا ككاشف وبتم وضعه طبعاً في الأكويس سوليوشن ومنشوف بناءً على تغير اللون تبعه هل هذا الأكويس سوليوشن أسدك ولا بايسك تمام؟ فهي هي الفكرة وطبعاً رح نقوم بحساب البي كي إي لهذا البرموثايمول بلو أول شغلة بدنا نبدأ فيها ونعرفها إنه فكرة أو تعريف الانديكيتر فكرة الكاشف أو الكلمة انديكيتر هي معبارة عن ويك أسد وويك بيست بحد ذاتهم وهذا الويك أسد أو الويك بيست بتغير الكولر تبعه بناءً على البي اتش تبعه يعني بمعنى آخر إذا هذا السوليوشن كان أسدك رح تلاحظوا إنه لونه مختلف أو رح يروح على اللون الأصفر مثلاً في مثالنا وإذا كان هذا بايسك كتير هتلاحظوا إنه حيصير لونه باتجاه الأزرق فإذن هذا البرموثايمول بلو والانديكيتر بشكل عام هو تغير الكولر تبعهم هو اللي بيكون عندنا انديكيتر أو كاشف لالبي اتش في هذا السوليوشن طيب شو بالنسبة ل البرموثايمول بلو أول شيء إحنا هذا اللي احنا نختصره وليح نعبل عنه ب اتش آي اي ان زي كأنه إذا بتتذكروا استخدمنا الاتش اي للويك أسد في التجربة السابقة فإحنا نفس الفكرة بس عشان نضل مميزين إنه هو انديكيتر هذا الاتش آي اي ان يعني عم نحكي إحنا على بيك أسد بتصرف كانديكيتر هذا الاتش آي اي ان لو نيجي نكتب معادلته زي ما انتوا شايفين عنا هاي الاتش آي ان زي ما شفنا سابقا رح يتفكك تفكك جزئي لأنه بيك أسد وهذا الاشي رح يعطينا اتش بلس ورح يعطينا الاي ان ماينس وهاي الاي ان ماينس ايش هي يا جماعة هاي هي الكونجيكيت بيس أو البيس طبع هذا الاسد فإذن هذا بالنسبة ل معادلته زي ما حكينا المرة السابقة كيف بيشتغل هذا كانديكيتر نفس الفكرة اذا احنا جينا كان في عندي انا strong acid في solution strong acid يعني الاتش بلس هتكون تركيزها شكل كتير كبير تمام وبالتالي المعادلة لوين رح تروح راح الاكباليبريم يروح باتجاه اليسار وبالتالي رح تلاحظوا انه اللون السائد في هذا solution او في هذا الاكوية solution هتكون اللون الاصفر زي ما مكتوب عنا هون ولاحظنا اذا احنا جينا رحطيناه في وضع وضع alkaline يعني بمعنى اخر فيه او اتش كتير ففعليا اللي حيصير انه هاي حيقلي كتير التركيزها لانها رح تتفاعل مع ال او اتش الموجودة في solution وبالتالي ال اتش اي ان او التفاعل كلياته رح يروح اكتر باتجاه اليمين يعني باتجاه ال base وهذا الاشي طبعا حيظهر على شكل لون اللي هو اللي blue color فهذا جماعة باختصار الفكرة اللي رح نحكي عنها اليوم اللي هي فكرة week acid week بس already زي ما فهمنا سابقا ولكن هو بتصرف كاينديكيتر شواني انديكيتر يعني يتغير اللون بناءا على ال bx طبعا السليوشن فهونا شو كاتب لنا if you add btb اللي هو ال bromothymal blue على strongly transparent acidic solution حطيتو على solution فيه كتير acid acid قوي هذا كليات ال btb molecule will be in what acidic form لانه حيروح باتجاه اليسار زي ما شفنا وبالتالي حيكون اللون طبعا yellow بينما لو جيتو حطيتو ب basic solution كل the molecules will be in basic form وبالتالي حيكون لونه ازرق تمام هذه التجربة جماعة هي اللي راح نعملها طبعا هون بتقدر تشوفوا انتو الالوان تبعت ال hin وال in minus هاي ال acidic form حيكون باللون الاصفر وهاي ال basic form اذا بتلاحظوا ما فيه عنده اتشات فقط ال h اللي عنده هذا حيكون هو ال basic form وحيكون باللون الازرق طبعا هيك هتكون لنا الالوان كلما كانت acidity اكتر هتلاقوها اسفر اكتر كلما كانت basic اكتر هتلاقوها ازرق اكتر يعني بالوضع القاعدة وبالوسط او على بيئة الرقم سبعة هتلاحظوا انها هتكون مزيج بين اللونين فهتكون تقريبا اخضر او على خضر هون طبعا رح تميزوا نفس الشي اذا كان على صفار هذا acidic واذا كان على زراق هذا هو ال basic form تمام بما انه هذا اللي هو الاندكاتر طبعا هو برضو يعتبر ال weak acid اذا معناتهم نقدر نستخدم المعادلة اللي احنا اخذناها سابقا شو هي المعادلة اللي هي هندرسون هزل بخ اكواجون اللي بتحكي لنا pH تساوي بك زائد ال basic form على ال acidic form زي اللي اخذناها سابقا لكن في عندنا هون احنا مشكلة ما بقدر انا اجي اعمل زي التجربة السابقة اضحص ال pH باستخدام ال pH طبعا بقدر اعمل هاي الخطوة لكن المشكلة اللي عندي انه انا ما بقدر اعتمد على القانون اللي استخدمنا سابقا اللي هي M1 V1 تساوي M2 V2 عشان اطلع ال concentration لكل واحد من السلوشن الانبيب العشرة ما رح اضيف كمية كبيرة من هذا الانديكيتر طبعا عشان اوضح احنا عنا الانبيب العشرة اللي استخدمناهم المرة الماضية كان فيهم اذا بتتذكروا اخذنا 10 ml او رح ناخد 10 ml من كل weak acid اللي هما حكينا عنا المرة الماضية ال H2B of 4 هيكون في كل واحد فيهم acid و base والى اخرين رح نيجي نضيف الانديكيتر عليهم هلا انا بعد ما اضيف عليهم الانديكيتر فككو زي ما شفنا هون عشان اقدر احسبله بالاخر الفكرة انه انا ما بقدر ااجي اعتماد على اللي عملته المرة الماضية اللي هي ااجي على الجدول اللي عملنا اطلع ال VH واجي احسب حسب M1D1 تسوي M3D2 لمين اللي عم بحكي عن ال IN- او اللي هي الانديكيتر تبعي وتحديدا عم بحكي عن basic phone او اذا بدي اعمل على ال HIN يعني بمعنى اخر على هذا الانديكيتر والسبب انه انا جماعة بهدول العشرة تستي تيوب اردي هم زي ما اتفقنا فيهم ال weak acid اللي درسناها المرة الماضية بالنسب اللي درسناها رح نشوفها نفسها طبعا انا هاي مثلا هدول هدولة بالاضافة انه هيكون فيهم لا نفرض اول واحد اذا بتتذكر وكان في صفر سواني بس هذا كان فيه مثلا كان فيه صفر من ال base اللي هو من ال A- ده حطها وكان فيه 50 من الاسد صح هذا انا باجي بضيف عليه الانديكيتر تبعي تمام هذا الانديكيتر بضيفه فوق هذه الكمية اللي هي 0 و 50 لكن قديش انا بضيف طبعا هو اول واحد احنا فعليا ما رح نضيف عليه بس الفكرة العامة انه انا باجي بضيف الانديكيتر لكن هلو حاجة اضيفه بتركيز كتير كبير لا هو فعليا رح ينضاف حوالي 0.1 ML من هذا الانديكيتر فقط ولذلك كتير صعب انه انا اجي استخدم M1 V1 تساوي M2 V2 لانه حيطلع تركيزه كتير قليل وبالتالي ما رح استفيد من هاي الفكرة ليه لانه عم نحكي عن تركيز قليل جدا رح ينضاف من هذا الانديكيتر على هدول الانديكيتر وبالتالي ما رح يفيدني كتير انه انا اقدر استخدم M1 V1 تساوي M2 V2 لانه اردى انا في عندي اشياء تانية موجودة وبرضه ما رح يكون اشي دقيق لذلك انا بدي طريقة اخرى لحساب هذه التراكيز عشان اقدر من خلالها كمان اطبق على المعادلة هاي واطلع ال PKA لهذا الويكاسر تمام طيب شو الطريقة الطريقة بتاعتني على جهاز اخر اسمه ال SPECTRO PHOTOMETER اللي هو SPECTRO PHOTOMETRY او بيحقوا لأيام يعني هو ترجمته الحرفية اللي بيفحص مدى امتصاص الضوء من خلال المواد او من خلال الالوان الموجودة في المواد فهذا الجهاز اسمه ال SPECTRO PHOTOMETER او SPECTRO PHOTOMETRY فكرة الجهاز كالتالي بس اوضح لكم بشكل عام الش اللي عملنا احنا عنا هدول العشرة تستي تيوب نفس اللي استخدمناهم المرة الماضية فيهم تراكيز مختلفة او VOLUMS مختلفة من الويكاسد والويك بيس اللي استخدمناهم المرة الماضية سفر خمسين رح اضيف الانديكاتر تبعي اللي هو ال HIN اللي هو 0.1 ML منه على كل واحد من هدول التستي تيوب وبعديها المطلوب اني انا افحص ال PH وافحص بعديها ال PK ALAMINE لهذا الويكاسد اللي هو نفسه الانديكاتر كيف الطريقة زي ما اتفقنا ال M1 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 M2 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 اللي بنا نعمله الآن ننتعرف على جهاز او على طريقة اخرى اسمها ال SPECTRO PHOTOMETER او SPECTRO PHOTOMETRY هاي الطريقة جماعة هي تعتبر من اهم الطرق اللي رح نشوفها ورح نستخدموها كثير لقدام عشان نفحص ال CONCENTRATION لمواد معينة موجودة في عينة يعني بمعنى اخر لو عندي انا عينة فيها DNA فيها RNA فيها مثلا سكر فيها whatever انا بدي اعجي اشوف قديش تركيز مثلا السكر فيهاي العينة كيف بدي اشوف بدي اشوف قديش هذا السكر بيمتص الضو بناء على هذا الكلام بفحص الابسوربشن وفي علاقة ما بين الابسوربشن والCONCENTRATION فايزا هي اهم الطرق اللي رح تشوفوها لحساب الCONCENTRATION واللي بتعتمد على امتصاص قديش انا اعمل light absorption امتصاص الضو بناء على المواد الموجودة فيهاي العينة ببدأ العمل جدا بسيط light source هذا الlight source رح يجي يضرب ضو بإمتصتي معينة وبشدة معينة اللي بنسميها I0 تضرب على السامبل السامبل هاي العينة تبعتي لنفرض انا بدي افحص نسبة للك الCONCENTRATION تبع السكر فيها السكر اللي نفرض انه بيمتص الضو على اطول موجي معين رح يمتص فبالتالي بعد ما يمتص رح يضل جزء من الضو مش ممتص تمام فرح يطلع على شكل INTENSITY نهائية اللي هي الناتجة بعد ما تم امتصاص بعد الضو فهاي الINTENSITY النهائية انا من خلالها رح احولها لارقام واطلع منها الabsorptivity يعني قديش هذا الضو الممتص اللي هي الفرق ما بين INTENSITY الانيشيال اللي طلعت عندي والINTENSITY النهائية اللي ناتجة فهاي باختصار هي فكرة ال SPECTROFOTOMETER وانا INCIDENT LIGHT OF INITIAL INTENSITY I0 زي ما شفنا hits the sample جزء من هاي الضو رح يتم امتصاصه من الموليكيرز الموجودة وطبعا بعض منه رح يتشتت ولكن جزء من الضو بعدها رح يطلع على شكل النيو انتنسITY وهاي النيو انتنسITY رح تظهر او رح اقرأها على شكل absorption هلأ رح اشوف الجهاز انا وياكم رح تتعاملوا معها ان شاء الله اليوم التجربة هلأ لما هذا ال CONCENTRATION OF SAMPLE بزيد كل ما زادت تركيز العينة المادة اللي بتمتص الضو في العينة مثلا السكر كل ما زادت تركيزه في العينة معناته حيمتص ضو اكتر تمام لانه عدد الموليكيرز موجودة فيه اكتر وبالتالي الانتصاص اكتر ففيه علاقة ترضية جماعة ما بين الabsorption وما بين ال CONCENTRATION فبمعنى اخر كل ما زاد الCONCENTRATION لا المادة اللي عم تدرسوها معناته رح تنتص الضو هي عندها absorption اعلى لمعناته تركيز المادة فيها اعلى تمام فاذا فيه علاقة ترضية مبدأ عامل بسيط جدا جماعة في عنا ال-light source الموجود عندكم هون هذا هو ال-light source رح يطلع منه ضوء على اطوال الموجية معينة وهذا طبعا ال-light source بعتمد شو اللي احنا بدنا نفحصه او شو طول الموج اللي بدنا اياه وبعدها طبعا رح يكون في عنا لنس وفي عنا مراعية رح تعمل تبطيف للضو وفي عنا بعديها اشي اسمه ال-prism او المونو كريماتر وهذا الهدف منه انه هو يعمل طبعا هو dispersing يعني يوزع على اطوال الموجية معينة وبعدها في عنا هون احنا wavelength selection باجي بحدد انا او ال-slip بياخد طول الموجي معين او اللي انا بقدر عليه او اللي انا معنيه فيه وطبعا جزء من هذا هو اللي رح يطلع مش رح يقدر يطلع كله وبالتالي انا هادي الحزمة طبعا بهاي ال-sample رح ينزل عليها هاي ال-intensity initial رح تمتص جزء منها رح يطلع عندي انا intensity final وبعدها طبعا في عنا هون جهاز او meter رح يظهر لي ال-absorption فاذن كمان مرة في عنا اول شي light source هذا light source حسب شو طول الموجي اللي انا بديه بختاري light source طبعي او الضو اللي انا بدي اطلعه فاذا انا عفوا اذا انا معنية اعمل طول موجي ما بين 400-750 نانوميتر هاي اللي هي لمدة معناته انا بستخدم ال-visible light بدي تضو المرئي وهذا عادة بستخدم له جهة لمبة اسمها تنقستون لم اما لما مثلا بدي اعمل اطوال موجية اقل مثل 400 نانوميتر مثلا عم نحكي عن مثلا دياني اريني هاي الشغلات عادة بتكون بدها UV Radiation او اشعاع ما بزبط معها الضوء المرئي فبالتالي هاي بدي استخدم نوع لام تانية اسمها الميركوري لام وهدول طبعا مهمة كتير تكونوا فاهمينهم او حافظينهم طيب بعد اخترنا مثلا احنا بدنا نفحص ايش مثلا السكر رح نختار وبالتالي حيكون عنا تنقستان لام بعدها في عنا ايش اسمه اللي هي هاي الفتحة بتمر لانه اللي هيكون كتير فانا بزي بدي انقل او ااخد نيرو بيم يعني جزء من هذا اللايت اللي نازل وفي عنا طبعا بعدها الميرورز واللنسز وهدول بيعملوا كونسنتريشن او بيكثفوا هذا اللايت بيم وبعدها في عنا البرزم او المونكريميتر او الديسبيرسنج المنت هاي الهدف منها انها تيجي توزع او تعطينا الويفلينكس اللي انا معنية فيها فمثلا بالفيزبال لايت بتعطيني من 400 ل750 نانوميتر او مثلا في عنا باليوفي رادياشن رح تعطينا 400 نانوميتر او اقل فاذا هاي بتحددلي الاطوال الموجية اللي انا معنية فيها او اللي رح استفيد منها بعدها في عنا الاجزا تسلت باختار طول موجي معين طبعا انا مثلا عندي رينج من 400 ل750 لكن انا اللي معنية فيه رح نشوف اعلى طول موجي مثلا انا بدي 615 فالاجزا تسلت اخر شي حتكون عندي العينة موجودة او سامبل كونتينر حتكون موجودة فيه اشي زي التيوب الصغير لكنه اسمه الكيوفيت وهذا الكيوفيت طبعا بيختلف نوعه حسب شو العينة اللي انا عمالي بفحصها بالتالي حسب شو نوع اللايت اللي رح ينزل عليها فهذا الكيوفيت هو اذا انا عم بستخدم visible light اللي هو ضوء المرئي يعني عطول موجية 400 ل750 نانوميتر الكيوفيت كوورتز كيوفيت اللي هو بيكون نوع تاني واغلى بكتير من البلاستيك او الجلاس سمام؟ سبعا ليش ما بقدر استخدم البلاستيك او الجلاس لانهم هدول لو عرضتهم لليوفي هما رح يمطصوا نفسهم جزء من ضو اليوفي وبالتالي ما رح تكون عندي القراءة دقيقة لانه انا شو معنية اشوف معنية اشوف قديش الضو بنتم امتصاصه من العينة واللي يسمى الكوويت فلذلك لازم استخدم الكوويت او الكونتينر المناسب في حالة في حالة طبعا هون جماعة تقدر تشوف الكوويت لانه جهتين الكوويت أو هو اربع جهات جهتين منهم هتكون نعمة وجهتين هتكون زي خشنة او مقلمة هاي الجهة الناعمة عشان هي اللي رح يضرب عليها اللايت فلازم تتأكدوا انه بتم وضع هذا الكوويت في الشكل الصحيح في داخل الجهاز لأنه هاي الجهة النعمة اللي شايفينها هون هاي اللي حيضرب عليها اللايت بينما هاي الجهة اللي مقلمة هاي الجهة عشان انتو تمسكوا منها هذا الكويت وتنزدوه في الاسبكترو فوتوميتر وبالتالي ما بيقدر انه احنا نمسكه من الجهة النرساء لانه لو كان عليها بصمات مثلا او عليها تلوث او عليها اشيرة هذا برضو يأثر على امتصاص الضوء وبالتالي ما حتكون قراءتنا صحيحة لذلك احنا بالعادة بعد ما نحط العينة فيه منمسكه من الجهة الخشنة منمسحه من الجهة النعمة بشكل تمام انه يكون ناشف وما علي فنجر برينتس ما علي أي بصمات وبرضه من نزلوا بعدها في الاسبكترو فوتوميتر بالشكل الصحيح اخر اشي طبعا من الجهاز بيكون في عندي ديتكتر هذا الديتكتر لما بتوصله هاي الانتنسيتي من اللايت المعينة رح يحول ليها على شكل اشارة كهربائية وتظهر لي على شكل ابسوربشن هيعطيني قيمة ابسوربشن او قيمة امتصاص بمعنى اخر هيحسب لي قديش انتصاص او تم امتصاص من الضو من قبل العينة من خلال انه يحسب قديش طبعا الفرق ما بين الانتنسيتي الاولانية والانتنسيتي النهائية وبالتالي يحكي لنا بالضبط كم تم امتصاص ضو من خلال العينة فهذا جماعة باختصار هو مبدأ عمل الجهاز بس بيارجع على الرسمة احكي لكم بشكل سريع اجان هاي عنا احنا او مثلا ميركري حسب شو الويبلينكت اللي احنا بناستخدمها وطبعا في عنا هون احنا زي ما انتو شايفين هون وبعدها في عنا مهم هذا الاسم تكونوا عارفينه هو مثلث او مخروط هذا المخروط الهدف منه انه يعمل لي بس او يحدد لي او يعمل على معينة مثلا هون على الوان الطيف المرئي اللي هما من 400 او 750 بعدها طبعا انا بدي اجزة سلت تطلع لي طول موجي معين لي انا معنية فيه مثلا رفضة 600 500 طبعا بتم اختياره بناءا على رح نشوف بعد شوي من اختار اشي اسموه لمدا ماكس لمدا ماكس يعني احسن هاي بدي احط اشارتها هاي لمدا ماكس يعني هي الطول الموجي اللي بتم فيه احسن انتصاص او اعلى انتصاص وطبعا هاي هي العينة موجودة بالكيوبت وبعدها هاي عنا الديتكتر اللي رح يعطينا القراءة على شكل فهذه جماعة فكرة عمل او الكونسط تبع كيف رح نستفيد احنا من قراءة الابسوربشن في عنا قانون اسمو بير لامبرتلو بير لامبرتلو هو بيعتمد على او بيعمل علاقة ما بين الابسوربشن او الابزوربنس والكونسنتراتيشن فبناءا عليهم رح يعمل كونسطنط هذا الكونسطنط اسمو ابسينون هاي ابسيلون او اللي هي ثابت الابسوربتريفتي اللي هي الابسوربتريفتي كونسطنط هذا الابسينون هي العلاقة ما بين الابسوربتريفتي والكونسنتراتيشن زي ما اتفقنا سابقاً في عنا علاقة ترضية ما بين الكونسنتراتيشن والأبسوربتيفتي حكينا كل ما كان تركيز العينة أكتر يعني عدد الموليكولز تبعيتها أكتر معنتها حاتم تصدو أكتر فبالتالي علاقة ترضية ما بين الابسوربتيفتي أو الابسوربانس والكونسنتراتيشن طب شو هي الأل هاي؟ هاي الأل هي اللينكث شو يعني اللينكث؟ طلعوا طول الكيوبت اللي هي المسافة اللي رح يكون هذا الضو عم تتعرض إلو العينة فهاي اسمها اللينكث أو الطول وهذا عادة بيكون واحد فبالتالي مش قصة كتير عنا هون لأنه عم نحكي إحنا عن طول الضلع تبع الكيوبت أو طول هاي المسافة تبعتها هي بالعادة بتكون واحد واحد ميتر فبالتالي أنا مش كتير بهمني هذا الموضوع تمام فإذا بالنسبة للقانون اللي هوبيل في عنا الابسوربتيفتي هي تصوي ابسلون في اللينكث في الكونسنتراتيشن من هذا القانون لو نطلع بشكل سريع ايه هي الابسوربنس أو الابسوربتيفتي ايه هي الابسينون أو بيحكوا لها المولر الابسوربتيفتي اللي هي كونسنت وهي الوحاة طبعتها جماعة ضروري تكونوا عارفين هاي الشغلات طبعا الابسوربنس ما إلها يونتس وفي عنا الكونسنتراتيشن اللي هو التركيز يس هي الكونسنتراتيشن of the compound ومنعبر عنه بمول لتر منس واحد أو اللي هي المولر وفي عنا الال اللي هي المسافة اللي رح يقطعها هذا الضو في العين وهي موجودة هنا هون طبعا وهي بتعادة بتكون وان سنتيميتر صري وان سنتيميتر طيب فهذا جماعة بالنسبة ل من هذا القانون لو تيجب تطلع بشكل سريع في عنا أول شي علاقة ترضية ما بين الابسوربتيفتي وفي الكونسنتراتيشن وعلاقة عكسية ما بين الكونسنتراتيشن واللنكت تمام؟ رح تلاعزوا هاي الشغلات طيب اللي رح نعملو هلأ كيف رح نستفيد احنا من فكرة الابسوربتيفتي والكونسنتراتيشن لو نيجي احنا نتطلع او نشوف او نفهم فكرة انه انا كيف رح استفيد من هذا الابسوربتيفتي في معرفة الكونسنتراتيشن احنا جماعة عشان نقدر نطبق هذا الحكي طبعا هلأ حنشوف الواركشيت عشان نقدر نطبق هذا الحكي ونطلع الأبسوربتيفتي للويك أسد اللي إحنا هلأصلا موضوعنا عليه كلياته أو اللي هو الانديكيتر لازم يكون في عندي A1 اللي هي تبعته عشان أطلعها وهاي طبعا تساوي الكونسنتراتيشن طبعه في اللينكث في أبسينون هلأ أبسينون يمولي إياها لأنها ثابت رح تنقام مع الثانية واللينكث مش مشكلة لأنه هو واحد فأنا فعليا لو آجي أحكي بدي آجي أطلع الأبسوربتيفتي لقيله من خلال الجهاز والكونسنتراتيشن اللي هي مجهولة بالنسبة إلي بدأ أطلعها عشان أقدر أطلع لهذا العينة تبعتي أو اللي هو الويك أسد التبعي الانديكيتر لازم يكون في عندي عينة تانية أو ستاندرد بمعنى آخر ستاندرد هذا الستاندرد أو كنترول عشان أقدر أنا أعتمد عليه في الحل شو يعني هذا الكلام؟ يعني لازم يكون في عندي مادة تانية أنا عارفة تركيزها وعارفة أو أطلع الأبسوربتيفتي تبعيتها من خلال الجهاز عشان أقدر من خلالها أطلع الكونسنتراتيشن تبع المابدة التانية فإذا كمان مرة عشان أقدر أحسب الكونسنتراتيشن لا الويك أسد تبعنا اللي هو البروموثايمول بلو لازم يكون في عندي مادة أخرى أو كنترول أو ستاندرد أنا أستخدمها أكون عارفة تركيزها وكمان أطلع الأبسوربتيفتي تبعيتها من خلال الجهاز رح نفحصها وطبعا أنا بقدر أطلع الأبسوربتيفتي ل التوبس اللي موجود فيهم الانديكيتر برضو من خلال الجهاز وبهاي الطريقة أنا بقدر أطلع الكونسنتراتيشن كيف بعمل هذا الحكي نقسم هدول على بعض ابسنون مع ابسنون فتروح اللينكت هي واحد تمنيش فمعناته لو أنا بدي أجي أطلع A1 اللي هي للمادة تبعيتنا اللي هي الويك أسد C1 تساوي على A2 C2 يعني بمعنى آخر بقدر أجي أعملها في هاي الطريقة حيطلع عندنا هذا الحكي أو بنقدر نعملها النسبة والتناسب نيجي نحكي مثلا الأبسوربتيفتي للإنديكيتر تبعنا اللي هي الـ IN- لنقرد تمام اللي هي الـ BASE مثلا هاي تساوي C1 اللي هي الكونسنتراتيشن اللي أنا بدي إياه أو قديش التركيز تبعها لما بتكون أنا عندي الابسوربتي لـ Standard أوردي أنا عارفتها والكونسنتراتيشن للستاندرات أوردي أنا عارفته فبهاي الطريقة أنا بقدر أطلع قديش هي الكونسنتراتيشن العشان تلهموا هذا الحكي أكثر خلينا ننزل على الـ Calculations تمام هلأ نوصل للـ Calculations ونشوف كيف هذا الحكي رح يفيدنا وكيف رح نستخدمه بس قبل فيه هنا عندنا شوية شغلات كيف نستخدم أو نصبق التجربة على الجهاز لازم أحكي لكم ياها عصاص لما نيجي نعملها في المختبر نكون فاهمين شو اللي عم نعمله أول شغلة عشان أقدر أنا هدول العشرة تستي تيوبس أحطهم في الجهاز وأحسب لهم المولد Absorptivity اللي هي الـ Absorbance لكل واحد فيهم أنا شو باجي بعمل أول شغلة لازم أعير على الجهاز الـ Lambda Max شو يعني Lambda Max؟ Lambda Max يعني طول الموجة المفضل أو Optimum شو يعني؟ يعني هو طول الموجة اللي بيكون عنده الـ Absorption عالي أو أحسن ما يكون وهاي كيف بنحددها؟ هاي ها هون كيف بنحددها Lambda Max؟ نيجي طبعا هي بالتجربة عادة تحدد وإحنا هنكون عارفينها أراد هي 615 لكن إحنا شو نيجي منعمل؟ نيجي منحط أطوال موجية مختلفة في الرينج اللي أنا بدي إياه مثلاً 400 إلى 750 باجي بشوف مثلاً لنفس العينة على أطوال موجية مختلفة قديش الـ Absorption؟ بلاحظ إنه على Wave Links معين هتوصل أعلى امتصاص فالـ Wave Links اللي بيكون عنده أعلى امتصاص هتكون هاي هي Lambda Max وأنا طبعاً لازم أحطها على الجهاز Lambda Max اللي هي Optimum أو المفضلة أو اللي بالنسبة إلينا إحنا بيكون عندها أفضل Absorption أو أفضل Absorption فإذاً هاي أول شغلة بنا نحدد Lambda Max كيف بنحددها إحنا عادة ممكن نجرب على عدة Lambda Max عدة Lambda's في ضمن الرينج وطبعاً أنا بختار شو هي Lambda Max لكن إحنا في تجربتنا هنكون عارفينها ومعايرينها على الجهاز already اللي هي 615 تقريباً هي هاي اللي رح تطلع من وتروح على العينة وبناءً عليها إحنا نعرف شو هو ال Absorption لهاي العينة طيب حددنا Lambda Max في عنا شغلة تانية هون بيحكي لنا إياها بيحكي لنا إنه إذا كان في عندي أنا بعد ما فحصنا طلع ال Absorption أعلى من رقم واحد لازم أنا أعمل تخفيف للعينة وأتذكر إنه في الآخر لما أحسب ال Absorbance أضرب في معامل التخفيف وهاي بالعادة ممكن إذا طلعت معنا في المختبر بالحسابات طلعت عالية أعلى من رقم واحد ساعتها أنا شو بعمل باجي بخفف العينة قبل ما أرد أقرأ لها وبعديها بطلع وبعديها بضربه في معامل التخفيف عشان إنه نضمن إنه الإشي يطلع بالشكل صح وهذا الكيرب جماعة هو الكيرب اللي أردي إحنا فاهمينه هي العلاقة ما بين و تفقنا إنها هي علاقة طردية وبالتالي حتكون هيك شكل الكيرب تبعنا تمام حددنا Lambda Max عرفنا شو هي أعلى Lambda Max حيكون عندها أعلى امتصاص هلأ رح بعد هذه الحكي عيرنا Lambda Max اللي أنا بدي إياها بدنا نشوف كيف بدنا نبدأ التجربة في عنا شغلة في عنا Two Tubes لازم أنا أكون عندي موجودين متوفرين قبل ما أبحث في أي أو قبل ما أبدأ في التجربة أول شغلة في عنا إشي اسمه Blank وفي عنا إشي اسمه Control Control already حكينا عنه قبل شوي حكينا لازم يكون في عندي أنا سوليوشن عارف التركيز تبعه وأقرأ له الأبسوربنس وبناء عليه أقدر أطبق على القانون اللي شوفناه قبل شوي له A1 على A2 تساوي C1 على C2 اللي هي مشتق أصلا من بير لمباك هاد رح نشوف شو هو الـ Control تبعنا أو رح أفهمكم يا أكتر شوي لما نوصل على الـ Worksheet هلأ شو يعني البلانك؟ البلانك جماعاً الفكرة من البلانك هو أني أنا أشيل أي مواد موجودة عندي أو أهمل تأثير أي مواد موجودة عندي في الـ Tube رح تقوم بانتصاص الضوء شو يعني؟ يعني لنفرض أنا عندي Test Tube اللي هو رقم واحد هو عادة أن حيكون البلانك لمعظمهم ما عادة الأخير هذا Test Tube Already شو حكينا فيه؟ كان فيه اللي هو الأسد الـ Week Asset بشكل تام اللي هو إذا بتتذكره كان الـ HA وما كان فيه كان فيه صفر من الباس وبالتالي هو 100% أسد هذا رح أتخطبه أنا كبلانك شو الهدف منه؟ الهدف منه إنه هذا بس أسد فيش فيه بس وبالتالي طح إحنا حنحط عليه indicator لكن إحنا عم نعمل indicator للـ IN- وبالتالي اللي هو للتفكك وبالتالي لو حطينا عليه الـ HA رح تضلها أو الـ IN بمعنى آخر رح يكون فيه عندنا Equilibrium وبالتالي ما رح أستفيد من هذا الحكي لذلك شو الحل؟ الحل إنه أنا أو الفكرة اللي بنا نعملها كالتالي هذا أول Test Tube رح أستخدمه حيكون هو البلانك شو يعني بلانك؟ يعني أنا باجي هذا البلانك بحطه في داخل الجهاز وبخليه يقرأ له الـ Absorptivity وبصفر على هاي القيمة يعني بمعنى آخر بعمله إهمل كل الـ Absorptivity الناتجة عن المواد الموجودة فيه شو يعني؟ يعني مش هو موجود already فيه مثلا نويك أسد اللي هو مثلا 50 مل هاي مثلا أو أي مواد تانية ممكن تكون موجودة فيه أنا شو بعمل؟ بقول له إهمل لي الـ Absorptivity تبعيتها لأنها ممكن تعمل Absorption لشغلات معينة لذلك أنا شو بعمل بقول له إهمل لي إياها عأساس أنا لما أجي أحط العينة تبعيت اللي فيها Indicator وفيها Already Week Asset أو فيها مثلا المادة التانية فعليا رح ما تقرأ الـ Absorption تبعها هتقرأ فقط الـ Absorption الناتجة عن الـ Indicator وتحديدا إذا عم نفحص مثلا لل-I-N أو لل-H ال-H-I-N تمام؟ فإذا كمان مرة فكرة البلانك بالضبط زي فكرة الميضان تتذكروا لما عملنا التجربة المرة الماضية كان لما نوزن المي كنا نصفر على الصحن الموجود بعدها نضيف عليه المي عشان نوزلها فبمعنى آخر أنا عم بخلي الميزان يهمل وزن الصحن الموجود عليه أو إذا عليه مي مثلا يهمل الوزن هذا عشان لما أنا أجي أحط كمان مرة مي أو أحط شي تاني أو وزنه يقرأ فقط الوزن للمادة اللي أنا ضفتها بعد التصفير فهي جماعة فكرة البلانك عشان تفهموها أكتر شوفوا هون هذا الكيوفيت الكيوفيت رقم واحد هذا فيه البفر اللي هي مثلا الانديكيتر وفيها المادة اللي أورادي كانت موجودة الويك أسد وفيها السامبل اللي يمكن إحنا بننفحصها مثلا نحكي عن سكر هادي شو نعمل فيها وهاي في عنا هون فيها فقط البفر فيها مثلا ديتيرجنت فيها مادتين لكن ما في فيها السامبل أنا بدي أقرأ لإبسوربشن للسامبل فأنو برأيكم ممكن يكون هو البلانك الجواب الإبسوربشن كانت موجودة في الأول Solution بدون السامبل ليه؟ لأنه أنا بدي أفحص Absorption للسامبل فقط بدون البي فأنا باجي بصفر على هدول ساعتها لما أجي أنا أفحص هاد رح يقرأ لي فقط الabsorption لمن؟ للسامبل لأنه هذا already كانت موجودة في الأول وإحنا صفرنا عليها فما رح تقرأ لها الabsorption تبعتها فهون في حالتنا هاي هو B وليس A فإذن ليه؟ لأنه أنا هو ما بيحتوي على السامبل اللي أنا بدي أفحصها بيحتوي فقط على السائل أو اللي أنا رح أضيف عليه السامبل فبهاي الحالة أنا بلغي تأثير هاي المواد على الامتصاص وبالتالي لما أقرأ الامتصاص رح ليها حيكون فقط قراءة السامبل اللي ما كانت موجودة فيه هذا باختصار فكرة البلان عشان نفهم هذا الكلام يمكن شوي حسيته شوي معقد عشان نفهمه أكتر وأحسن بشكل أصبط دأسيب هدول الـ questions شوي بنناقشها مع بعض في المحاضرة نيجي لهون نيجي لهاي الworksheet بس لحظة بدي أشوف إذا دقيقة إذا فيه worksheet أفتحها تاني طبام فتحت أنا على الworksheet هاي شوفوا جماعة هاي الworksheet أو شو اللي رح نعملو أول شغلة رح نضيف من الـ indicator اللي هي 0.1 ml من هذا الـ indicator اللي هو على كل واحد من هدولة العشرة ml tubes هدول أي 10 ml tubes هدولة الـ tubes العشرة اللي استخدرناهم المرة الماضية من التجربة إذا تذكروا كنا حاطين في كل واحد فيهم أول واحد مثلاً صفر وخمسين صفر من الباس وخمسين من الأسد بعدها التاني حطينا واحد من الباس و49 من الأسد وهكذا حتى وصلنا آخر تستيوب رقم عشرة كان فيه صفر من الباس وصفر من الأسد هنضيف على كل واحد من هدولة indicator وبيدي أشوف كل واحد من هدول شو بنا نفحص احنا بدنا نفحص الـ i n minus قديش تركيزه في كل واحد من هدولة التستيوب ف assuming that bromothymol blue is entirely شوفوا in the dissociated form اللي هو بال i n minus blue color في 100% كاتو HP of 4 أي واحد هاد هذا اللي هو رقم عشرة شوف رقم عشرة هو كان فقط في الباس فبمعنى آخر لما احنا منضيف البرمothymol blue رح تلاحظوا انه لما انا احطه في باس هيصير 100% في the dissociated form زي اللي اتفقناها قبل شوي انه لو نيجي نحط المعادلة تبعته حطيتو انتو في باس اللي هيصير انه معناته هيصير 100% في شكل الـ i n minus وحيكون لونه أزرع تمام لأنه حطيناه في قاعدة شو بيجي بحكي لنا determine the maximal absorption by measuring absorbance of solution in tube عشرة عشرة وهاي رح نستخدمها شو حلكم شو اللي بنا نعمله عنا احنا هدولة العشرة test tubes سننزل شوي يس ننزل على هذا الجدول اول شغلة اللي حكالنا ياها لأفقه test tube رقم 10 اذا بتتذكروا هذا هو test tube اللي في دابتو بلكم يس هذا هو test tube اللي كان في 50 مل من الباس اللي هو من A minus اللي أورادي أول وكان في 0 ml of H A هذا اللي سابقا عم بحكي انا عن الاشي السابق تمام طيب اللي رح نعمله هو بحكي لنا انه لما انا تخيلوا جماعة هذا الرقم 10 لو جيت انا حطيت عليه ال bromothymol blue والبرومothymol blue هو ويك أسل لما نحطه بوضع قاعدي 100% معناته رح نلاقيه كل ياته هو عبارة عن A minus حسب المعادلة وبالتالي هذا هتلاحظه انه له هيكون كثير أزرق تمام طيب هنا 9 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 واخر شي رقم واحد خليني نحكي عن رقم واحد رقم واحد هتكون عكس هاي صح هتكون 100% أسدك وبالتالي ما هيكون فيها A minus نهائيا ليه لانه هيكون محروض بوضع أسدك كثير وبالتالي هتكون الإكواليب ديام رايح باتجاه ال H A N وبالتالي ما في عندنا A minus تمام طيب هاي جماعة بما انها هتكون كلاتها A minus هاي منيعتبرها احنا الستاندرد شو يعني هاي انا بعرف انه هي فيها 100% من مين من ال I N minus لذلك انا عارفة شو تركيزها عشان هيك هاي بالنسبة الي انا بالنسبة الي ما هاي هي الستاندرد هاي هي ال Control فلو جيت انا احصت لهاي ال Absorbance هلاحظ انه هاي ال Absorbance بالنسبة الي لل Control طار عندي قراءة ال Absorbance لل Control وعندي تركيز ال Control تمام ساعتها انا بقدر استفيد من هاي في حساب ال Concentration لباقي ال Tubes طيب نحكي شوي عن البلانك بدنا اشي بلانك ايش منستخدمه بلانك نستخدم بلانك رقم واحد ليش بلانك رقم واحد رح استخدمه لل Test tubes من 2 ل 9 وهذا البلانك هيكون ليش البلانك اللي حكينا Test tube اللي ما في العينة احنا عملنا منتحص ال Absorbance لل I N minus التست tube رقم واحد ما هيكون في I N minus فلذلك هذا هو البلانك لكل هدول التست tube باستثناء اخر واحد ما بقدر انا اجي اصفره لذلك البلانك لا اخر تست tube هو نفسه ولكن بدون ال Indicator يعني بحطه نفسه قبل ما اضيف عليه ال Indicator بصفر عليه وبعدها بضيف عليه ال Indicator وبصير هذا هو ال Control طبعا هذا جماعة باختصار لفكرة البلانك وفكرة ال Control طيب طبعا تست tube رقم 2 هيكون فيه 1 من ال Base وحيكون فيه 49 من الاسد وطبعا هيكون على ال Indicator وهذا نفس الشي وطبعا زي ما حكينا بتبلش تزيد ال Base ويقل الاسد وكلهم عليهم نفس الكمية من ال Indicator رح نقدر نفحص لكل واحد من هدول ال Absorbents على الجهاز رح تيجو هاد تمسكو تحطوه على الجهاز تفحص طول ال Absorbents ورقم 3 ورقم 4 وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة تركيز ال IN لأنه هذا أنا المعنية فيه شو يعني تركيز يعني بدنا نيجي نشوف قديش نسبة ال IN في كل واحد من هدولة التستيوب وهون جماعة رح نعتمد ما بنقدر حكينا M1V1 تساوي M2V2 فلذلك أنا رح أجي أحسب A1 على A2 C1 على C2 أو رح أجي أحكي إذا ال Absorbents لا ال IN رح نطلع طبعا رح نعتمد على ال Control هذا اللي هو Control رقم واحد وال Absorbents رقم واحد هي هاي اللي بتطلع عندي هون Absorbents رقم 2 هي اللي طلعت معاي هون و C2 هي اللي أنا بدي أحسبها فإذا كالتالي Absorbents رقم واحد هي اللي طلعت معاي هون هي Absorbents رقم واحد دبطب عندها تمام فهاي Absorbents رقم واحد هي اللي طلعت معنا تساوي أو على Absorbents رقم 2 هي هاي Absorbents رقم 2 اللي طلعت عندي هون تمام وتساوي الconcentration رقم 1 هاي جماعة هي اللي أنا هاي المجبولة اللي بدي أطلعها على الconcentration رقم لا شوي لحظة concentration رقم 1 عليها على الconcentration رقم 2 هي هاي اللي بدي أطلعها فإذا جماعة عندكم هاي معلومة طلعناها وهاي معلومة طلعناها والC1 هي اللي اعتمدنا عليها كالكونترول لأنه هاي أنا عارفة إنه فيها 100% من 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 إيش من العينة تبعتي أو اللي هو من ال- طيب طلعنا هدول القيم رح نيجي نعمل 100% ناقص ال- ناقص كل سوري 100% ناقص ال- فحيطلع عندي القيم الموجودة هون بعدها رح أخذ اللغاريتم لل- على ال- وأطلع اللغاريتم لكل واحدة من هدول فهدول الشغلات سهلة بس إذا كنت أطلع هاي بيكون إشي بتنميح وإحنا بالمحاضرة إن شاء الله بحل أول وحدة أو بنحل عليهم مثلاً واحدة أو تنتين بحيط أنتوا تكملوا بعديها بقيات الworksheet تمام شو المطلوب بعديها؟ المطلوب بعديها إنكم تيجوا تعملوا ال- ال- والله أسمعنا ال- مع ال- يعني تيجوا تاخدوا هاي ال- مع تركيز ال- اللي طلعت معكم هون لكل واحدة من هدول طبعاً من وين ال- ال- نطلعينها يس لنكونا نطلعينها بوقت بالمرة الماضية اللي هي من ال- تمام؟ وطبعاً برضو بديج منحط اللوغريتم برضو مع ال- طبعاً بعديها اللي رح نعملوه إنه إحنا رح نيجي نحساب ال- لكل واحد من هدولا حسب ال- اللي رح ترسموهم من هون وهون هاي فعلياً نفس المرة الماضية يعني ما رح تفرق بتحطوا ال- على مقطع الصادات بتحطوا البرسنتج على مقطع الصينات وهنا بتحطوا الإشي عكسي اللوغريتم هون وال- برضو على الصادات واللوغريتم تحت حيكونوا إنكم موجة مسالب وبتطلعوا القيمة اللي بيكون عندها اللوغريتم صفر هنا بتطلعوا القيمة اللي بيكون عند 50% يعني بمعنى آخر ال- ويتطلعوا ال- بهاي الطريقة إن شاء الله جماعة تكون الصورة صارت واضحة يعني بتوقع إنه إن شاء الله إحنا رح نحل مع بعض ومنحلنا واحدة أو تنتين من هدول وبعدها رح أطلب من كل حدا فيكم يسلمني هذا ال-worksheet ولا ال-worksheet السابق المحاضرة اللي بعدها هلأ في عنده هنا شوية أسئلة خليني أنا أخليهم هلأ ما رح أناقشكم فيهم حاولوا إنكم إنتوا تحلوهم لحالكم وإحنا بعدها رح نحلهم مع بعض أو أناقشكم فيهم بتمنى إنكم تحلوهم مع ال-worksheet أحسن وأنا طبعاً بعديها برجع بناقشكم فيهم أو بفهمكم ياهم إذا كانت عندكم فيهم أي مشكلة يعطيكم العافية جميعاً أتوقع هيك ما ضل إيشي عندنا هنا ما ضل عندنا إيشي هنا في ال-slides إذا حد ضل عنده أي سؤال أو في شي مش مفهوم إن شاء الله إحنا منناقش هذا الحكي أو منرجع منعمل مراجعة سريعة في المحاضرة يعطيكم العافية جميعاً ومنشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر